الجبهة الأوكرانية تتصاعد حدتها تتقدم القوات الروسية في محاور عديدة في المقابل، إعلان للجيش الأوكراني عن سحب عدد من وحداته من أجزاء في منطقة خاركوف أمام الزحف الروسي نحو شمال شرق البلاد في السياسة كما الميدان تحتدم المواقف ولسيما مع اعتبار وزير الخارجية الأمريكي أنطني بلينكين أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال نحو عامين من الحرب بلينكين تعهد في كلمة ألقاها في أوكرانيا أن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم ضمان أمنها في مواجهة روسيا يقوم بوتين بشن هجوم مكثف ضد أوكرانيا وخاركوف وعبر الشرق حيث يرسل دفعات من الجنود الروس والمسيرات الإيرانية والمدفعية والدبابات الكورية الشمالية والصواريخ والطائرات المقاتلة المصنوعة بآلات مقدمة من الصين هناك خطوة أخرى حاسما يمكننا اتخاذها يجب جعل روسيا تدفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا الرد الروسي لم يتأخر فقد حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في أن الأسلحة الغربية لن تتمكن من إنقاذ نظام زيلنسكي من الانهيار وشددت على أن السلاحة الأمريكية الذي تم تزويد أوكرانيا به سيدمر في هذا السياق يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عشية زيارته إلى الصين لانفتاح على الحوار بشأن أوكرانيا ويقيم بإيجابية رؤية الصين للتسوية وهو يعتبر أن الخطوات التي اقترحتها بكين لحل الأزمة الأوكرانية يمكن أن تشكل الأساس للعملية السياسية والدبلوماسية مسألة المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا تؤرق كييف ولسيما مع إقرار بلينكين بأن تأخر وصول الأسلحة الأمريكية جعل أوكرانيا عاجزة عن صد الهجمات الروسية لكن كييف يمكن أن تعتمد على دعم واشنطن الثابت يقول بلينكين فيما يرى مراقبون أن مكاسب روسية تعد بداية لمعركة حاسمة يمكن أن تصبح نقطة تحول في نتيجة الحرب محمد عز الدين الميادين محمد عز الدين الميادين محمد عز الدين الميادين